في فكرة التكنولوجيا حنتكلم اليوم عن حيلة بسيطة جداً وكيف تطيل عمر البطارية في آيفون إذا كنت من مستخدمي هاتف آيفون وصرت تشتكي من نفاذ السريع للبطارية زي ما بيحصل معي فإن هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها حتى تحافظ على الطاقة في جهازك عوضاً أن تضطر إلى معاودة الشحن طيلة الوقت وتخلي معاك الباوربانك أو الخازن في جيبك طول الوقت وأضحط قوة البطارية أحد المعايير المهمة في الهواتف الذكية لا سيما أننا نستخدم الأجهزة في إجراء المكالمات والاتصال بالإنترنت والإستماع للموسيقى ومشاهدة أيضاً أو مشاهدة مقاطع الفيديو نعم يلجأ معظم المستخدمين حمير إلى خفض بريق الشاشة كما قد يحولون الجهاز إلى وضع اقتصاد الطاقة أو توفير الطاقة نعم هذه بعض الحيال نعم في حين تتراجع نسبة الشحن لكن هذه المزايا ليست هي الخيارات الوحيدة المتاحة وبما أن التطبيقات مسؤولة عن استهلاك قدر كبير من الطاقة في هواتفنا فإنه بوسعنا استخدام آيفون أو بوسع مستخدم آيفون أن يحل المشكلة من خلال خطوات بسيطة لا تستغرق سوى ثواني معدودة نعم ولأجل القيام بهذا الأمر يتعين عليك أن تذهب إلى قسم الإعدادات ثم إلى القسم جينرال أو العام وعندها ستجد خاصية تحديث التطبيقات في الخلفية refresh your app on the background في هذه المرحلة هذا هو background app refresh وفي هذه المرحلة عليك أن تقوم بالضغط على خاصية التعطيل off حتى يتوقف الهاتف عن تحديث التطبيقات هذه الصورة كانت خاصة بالمرحلة الثانية الذي يمكنك أن تحدد خيار واي فاي في واحدة أن تخلي off هذا على طول ما عد ما تستهلكش البطارية قاعد لك وما عد ما تستهلكش تستهلك لأنه خلاص ما بيصر في تحديث الجهاز ويتوقف كل التحديثات أو أنك تخلي واي فاي والواي فاي عادة تكون إما أنك موجود في البيت أو موجود في العمل وهذه الخاصية ستسمح لك أنه فقط يكون فيه تحديثات لما تكون أنت شابك بالواي فاي يعني شابك بالتلفون في الشحنة طبعاً محتاجين مهم موضوع أن نحن نسوي refresh ونسوي تحديث لحقنا التطبيقات لكن نحرص أن يكون الشاحن مشبوك في التلفون نعم أيضاً يحتاج التلفون طبعاً لتحديث هذه التحديثات دائماً وأن يضبط الوقت المناسب لتنزيل هذه التحديثات ويتم هذا الحل من خلال إجراء التنزيل خلال الأوقات التي يكون فيها الهاتف متصل في شبكة الواي فاي فقد داخل المنزل نعم أو داخل عمزة نعم نعم نضعها off نحن وقت ما بدنا نغير إذا واي فاي أو بدنا نحدث في هذا الوقت أو نضعها عخاصية أو زر الواي فاي لأنه وقت ما تشبك التلفون بالواي فاي يحدث ما يكون خلاص محدثة تطبيقات فقط بالواي فاي ليس طول الوقت فيه تحديثات وصرف لبطارية الهاتف ويكون حتى فيه ميزة من هذه النقطة التي تكلمنا عليه الآن ويسمح لك أنك تحافظ على باقة الإنترنت التي تكون أنشارها باقة خاصة بالشريحة 4G أو 3G تحافظ عليها على حقك الباقة وليس تخلص سريع لأن التحديثات حتى تأخذ حجم من باقة الإنترنت من الـ data التي تكون موجودة لنا الإنترنت data ترجمة نانسي قنقر